وأخيرا تم الحكم على سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق اللي يعني اتسبب لها في مشاكل صحية كتيرة جدا بسبب انه حاول يتحرج بيها أو انه حاول يخطفها أثناء ما كانت موجودة معاه في عربية أوبر طبعا كل التفاصيل والحكم اللي أخده وإيه علاقة التهمة اللي كانت متوجهة ليه تهمة التزوير بالقضية كلها وبالموضوع ده اللي احنا هنحاول نشوف لحضراتكم النهاردة وكمان هنوضح لحضراتكم ايه اللي حصل أثناء محكمة أو الحكم على سائق أوبر محمود المتسبب في فتاة أو في وفاة فتاة الشروق طبعا في البداية متساش صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما تنساش كمان تدعي بالرحمة والمغفرة لحبيبة وان ربنا يصبر كل أسرتها وكل أهلها طبعا الموضوع كلنا تابعناه على مدار الشهرين اللي فاتوا حبيبة كانت طلبة سواء أوبر أو عربية أوبر وركبت معل سواء ده يعني من سوق حظها سواء طلع مش كويس وغير مهزب بالمرة حاول يتحرش بيها حاول يخطفها ياخدها في مكان بعيد عن يعني المكان اللي فيه ناس وبعيدا كمان عن المكان أو الطريق اللي هي متعودة تمشي فيه فده خلاها تبدأ تشكه في أمره وبدأ يرش في معطر يقفل الإزاز شاكت أكتر علشان كده فتحت العربية ونطت منها وهي ماشية بسرعة عالية جدا طبعا لما نطت حصل لها مشاكل صحية كبيرة جدا للأسف هو ده اللي أدى في النهاية لوفاتها حصل لها نزيف في المخ وارتجاج في المخ وكانت مشكلة كبيرة جدا لحبيبة ودخلت فيه غيبوبة وما كانش حد يعني عارف إن هو يسعفها لإن هي خلاص دخلت في مرحلة صعبة جدا حبيبة انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم 14 مارس اللي فات بعد طبعا صراع مع المشاكل الصحية اللي تسببت لها بسبب إن هي نطت من عربية أوبر وهي ماشية بسرعة عالية جدا على طريق السويس جابوا سواء أوبر أبضوا عليه تحريات النيابة أثبتت أن يبطعات مواد مخدرة تحديدا مخدر الحشيش وكان في حيازته مخدر الحشيش تضح كمان تبقى لتحريات النيابة إنه يعني عملاء أوبر اللي كانوا بيركبوا معاه اشتكوه أكتر من مرة لأبليكيشن أوبر إنه معاملته مش كويسة شخص نظراته مريبة طريقة كلامه العملة بيخافوا منها ويعني الناس ما كانتش مرتاحة للسواء ده لذلك اشتكوه أكتر من 13 مرة لذلك شركة أوبر على كلام يعني المسؤول القانوني لشركة أوبر وقفوه ويعني طلعوه بره الأبليكيشن خلاص وما كانش فيه أي تعامل ما بينهم وما بين الصائق ده إلا إنه الصائق عمل حيلة يعني نقدر نقول حيلة زكية شوية إنه قدم برقم قومي بشخص آخر وهو اللي كان بيسوق العربية وهو اللي كان بيتعامل ولكن البيانات اللي كانت موجودة عنده أوبر باسم شخص آخر طبعا دي مش حجة وطبعا ده مش يعني مبرر إن إحنا بنعه في شركة أوبر من يعني المسؤولية الكاملة برضو أو يعني مسؤولية ولو بسيطة في الحادث اللي حصل ده عموما هو الصائق اتحكم عليه النهاردة في محكمة الجنيات القاهرة اتحكم عليه بخمستاشر سنة سجن بخمسين ألف جنيه غرامة سحبوا منه الرقصة وطبعا هو التهم اللي كانت متوجهة ليه حيازة المواد المخدرة الشروع أو يعني إنه حاول يخطف فتاة الشروع حبيبة الشمع مش بس كده إنه كمان زور أوراق علشان يقدم في أبليكيشن أوبر ويكون موجود في أبليكيشن أوبر بعد ما الشركة طردته برة إلى أبليكيشن نهائي طبعا موضوع غريب ربنا ما يكتبه على أي حد وأتمنى إنه من كل سائق سواء بقى في أوبر أو في أي شركة تانية تقي ربنا عمل العملاء أو العملاء الخاصة بالشركة اللي بيركبوا معاك عملهم معاملة كويسة علشان تقييمك يكون تقييم كويس ودي لقم تعيش تحافظ عليها يعني ما تفتكرش إنه مثلا لما تحاول تتحرش أو تبص أو تعمل حاجة مش كويسة فأنت هتفلت وتعدي وإن يعني حتى عديت في الدنيا فربنا شايفك ومطلع عليك فما ينفحش إنه انه تعمل كده وهو طبعا الحكم ده مش حكم نهائي الحكم لسه هيكون فيه نقد ولكن بنسبة كبيرة تبقى يعني لكلام محامي يا حبيبة الشماء إنه النقضة هيترفض وإن الحكم ده هيكون حكم نهائي عموما ربنا يرحم حبيبة الشماء ويصبر كل أسرتها وكل محبيها وده كان الموضوع اللي معانا النهاردة أتمنى طبعا لو حضرتك وصلت معانا لحد اللحظة دي ما تنساش شاركنا برأيك إيه رأيك في الحكم اللي أخده الصائق ده هل هو حكم يعني كويس وحكم فعلا راضع لأي حد يفكر ولو يعني لمرة كده بسيطة يعمل حاجة زي اللي عملها الصائق ده لعلى فكرة اسمه محمود وهو عنده 34 سنة دبلوم صنايع وعنده 3 أطفال وبالمناسبة برضو حبيبة الشماء عنده 24 سنة يخديجي الإعلام الجامعة البريطانية ربنا يرحمها ويصبر كل أسرتها ده كان موضوع النهاردة لو حضرتك مهتم تتابع معانا أي موضوع خاص بالترند أو الموضوعات اللي بتكون شغلة بالحضراتكم ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة علشان دايما يوصل لك كل جديد شكرا ليكم سلام